السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد و نتيجة تجربة جديدة خاصة بمشهين جاسترو باك بارستا برو اظن التجربة دي هتفيد كل المستخدمين الفعليين للمشهين او حتى المقبلين على الشراء فيلا بينا كنا عملنا طبعا فيديو تفصيلي عن الجاسترو باك بارستا برو للي ما شافش الفيديو وحابب يعرف كل المعلومات عن المشين دي اللينك بتاع الفيديو هتلاقوه فوقه بس ما تروحش تفرج عليه دلوقتي استنى ما نخلص الفيديو ده وبعد كده بقى روح تفرج عليه ان شاء الله هتلاقي كل المعلومات اللي نفسك تعرفها الشهد في الموضوع كان من ضمن العيوب اللي انا ذكرتها في تعاملاتي مع المشين ان في بعض الاوقات لما كنت بعمل استخلاص للشوت بتاعي سواء كان سنجل او دبل كنت بلاقي القهوة بتنزل من نحية اكتر من نحية في اغلب الاحيان لما كانت بتحصل المشكلة دي كانت بتنزل من الشمال اكتر من اليمين وفي بعض الاوقات كانت بتنزل من اليمين اكتر من الشمال يعني لو انا عامل دبل شوت وحطت كوبايتين عشان اخد اتنين سنجل كنت في النهاية بلاقي كوباية اكتر من كوباية ده ما كانش بيحصل دايما ولكن كان بيحصل بصورة ملحوظة فكان الموضوع ده عامل لي ارق وعشان اعرف مشكلة دي حلها ايه وعشان اعرف اساس المشكلة دي ايه ما كانش قدامي حل غير ان انا اشتري ناكت بورتو فلتر او بورتو فلتر مكشوف فبدأت ادور على بورتو فلتر مكشوف بحيث اقدر اشوف منه الاستخلاص بتاع الباسكت عامل ازاي فقدر امسك المشكلة هل هي مثلا تكتلات ولا تامبنج غلط ولا طحنة مش مصبوطة ولا هو فعلا عيب في الباسكت او عيب في حاجة في المشين بدأت ادور على البورتو فلترز وزي ما احنا عارفين ان البورتو فلتر 58 ميلي وبالتالي كان بحفي دايما بيكون في الحاجات البروفيشنال الاحترافية ولكن للأسف قبلتني مشكلة المشكلة باختصار ان كل البورتو فلترز 58 ميلي سواء كانت للجروب هيد الاسكستي وان او للنوفا سيمينولي او للأسكر او للجاجيا كلهم بيكونوا بودنين ودن يمين ودن شمال في حين ان الباسكت بتاع الجاسترو باك بتلات ودان وبالتالي مش هينفع يركب البورتو فلتر ده في المشين هنا فبدأت ادور على بورتو فلتر 58 ميلي بتلات ودان ولكن للأسف لا لقيته في امازون السعودية ولا امازون الامارات ولا امازون انجلترا ولا حتى امازون امريكا ولا على اي موقع ممكن اجيب منه 58 ميلي غير انك تجيب بورتو فلتر اصلي وتقصه وده لأسف ما كانش متوفر عند الوكيل في الفترة الحالية ولكن هو وعد انه هيجيب كمية من الباسكتس المرة الجاية تغطي احتياجات المستخدمين ولكن اثناء بحسي لقيت البورتو فلتر 58 ميلي التلات ودان موجود ولقيته كده بالصدفة كنت فعلا هشتري ولكن خفت من حاجة ان لما جيت بسيط على الصور بتاعت البورتو فلتر للباقع اللي عرضه لقيت ان الصور ما بين باسكت 58 ميلي بتلات ودان او بودنين وتحت مكتوب المقاسات 51-54-58 والبورتو فلتر بصراحة كان سعره غالي فخفت ان انا اجيبه ويطلع ال58 بودنين مش بتلات ودان وبالتالي وقفت الخطوة دي وبدأت ادور على الحل بديل الحل البديل بالنسبالي ان انا كنت اجرب باسكت تاني واشوفه هل هيبقى فيه نفس المشكلة ولا لا وبالتالي بما ان انا عندي الروكت فانا عندي الباسكت الاصلي بتاع البورتو فلتر المكشوف بالمنظر ده وبرضو عندي الباسكت الاي ام اس اللي هو من 18 ل 20 جرام وموجود عندي برضو الباسكت ال VST 18 جرام فقلت ممكن اجرب اي باسكت فيهم على البورتو فلتر واشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي ولكن قبلتني مشكلة الفيديو كله مشاكل النهاردة بس ان شاء الله هنحلها في الاخر المشكلة اللي قبلتني ان لما جيت بصيت على الباسكت بتاع الجاسترو باك الاصلي لقيت ان الشفة دي للاسف اصغر من اي شفة للباسكتس اللي موجودة قدامي الباسكتس اللي موجودة قدامي دي كلها او التلت باسكتس دول المقاس واحد ويركبوا بكل اريحية في الركت ولكن لو جينا بصينا على الشفتين عاملين ازاي هنلاقي ان الشفة بتاعت الجاسترو باك اصغر او اقل في السمك من الشفة بتاعت الباسكتس التانية وبالتالي لما جيت ركبت الباسكت في البرتو فلتر بتاع الجاسترو باك وحاولت اركب البرتو فلتر للاسف ما دخلش لان في فرق مسافة واضح ومحبتش ان انا اتعافى عليه عشان ما ازيش المكنة او اعمل فيها مشكلة طيب عاد تفكر اعمل ايه بدأت افكر فقلت طب ليه ما اعكسش الاية وهي اني اجرب الباسكت بتاع الجاسترو باك في الدراع اللي عندي هنا على الركت واشوف الاستخلاص اعمل ازاي وقد كان جبت نوع بون انا عارف درجة الطحن بتاعته كويس وحطيت 18 جرام في الباسكت بتاع جاسترو باك بعد ما ركبته في البرتو فلتر اللي قدامي ده وركبته في الركت وبدأت اعمل استخلاص واشوف هل النتيجة بتاعت الاستخلاص هي نفس نتيجة الاستخلاص اللي انا متعود عليه في اي باسكت من دول ولا هتختلف وكانت النتيجة زي ما احردتكم شايفين دلوقتي ان الشوت نازل كويس جدا ما فيهوش مشكلة ما فيهوش اي حاجة تدل على ان السبب ممكن يكون من الباسكت وتأكيدا للموضوع ده عملت التجربة دي تلت او اربع مرات وكانت كل مرة النتيجة زي ما حضراتكم شفتم ما فيهاش اي مشكلة وبالتالي كانت اختصارا للتجربة ان المشكلة ما كانتش في الباسكت الاساسي بتاع الجاستروباك ولكن المشكلة قد تكون من طحنة بن غير مناسبة او ان فيه تكتلات او ان فيه تامبنج مش مظبوط او اي حاجة تانية عارضة ولكن الموضوع ماروش علاقة بالباسكت وعشان كده بنقول لو حضرتك عندك الباريستا برو وحابب تستعمل بورتو فيلتر مكشوف فانسب حل انك تنتظر التوكيل لما يجيب الباسكت بتاعة المكنة وتقصه عند اي خراط بحيف تستمتع بالشوت وتبقى شايفه بعينك وتشوف الاستخاص عامل ازاي وفي نفس الوقت تبقى ضامن تماما ان البورتو فيلتر اللي هيركب على المشين اصلي ليها ومتناسب معها 100% ودي كانت نتيجة التجربة السريعة اللي انا عملت لها تريسينج عشان اوصل المشكلة فين ارجو انها كانت مفيدة لحضراتكم او مفيدة لأي حد ناوي ان شاء الله يشتري المشين شوفكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفركوا اتوبوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته